قتل تسعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم في عملية عسكرية بدأت منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وأضافت الوزارة أن أكثر من مائة فلسطيني أصيبوا بجروح بينهم عدد في حالة خطرة من جهتها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إعلانه قتل ناشطين فلسطينيين مطلوبين لأجهزته الأمنية بعد محاصرتهما داخل منزل سكني